بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مع سيلتكم استفساراتكم في برنامج فتاوى هذا اللقاء يجمعنا بسماحة العلامة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح باسمكم جميعنا أيها السادة نشكر سمحة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج مرحبا بكم الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم هذا السائل يقول أرجو أن تقفوا وتفسروا معنا الآيتين الكريمتين في قول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي كما أوحينا إلى المرسلين من قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن سمي روحا لأنه تحيا به القلوب من أمرنا من أمر الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان لا يدري شيئا عن هذه الأحكام وهذه الأمور الشرعية لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب فأوحى الله إليه بهذا الوحي العظيم في القرآن والسنة وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا القرآن معجز من عند الله سبحانه وتعالى الذي قال الله في قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا هذا دليل على أنه من عند الله عز وجل وإنما الرسول تلقاه من ربه بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته نعم الآية الثانية إنما يخشى الله من عباده العلماء نعم هذا حصر الله خشيته في العلماء لأنهم يعرفون ويعلمون من عظمة الله وقدرته ما لا يعلمه عامة الناس فهم أحقوا بخشية الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم فقرن شهادة العلماء مع شهادته سبحانه وشهادة الملائكة فهذا دليل على فضل العلماء نعم نذكر السادة الإخوة والأخوات بتلفون البرنامج لمن أراد إرسال الرسائل النصية والذي سيقدمه مخرج الحلقة على شاشة التلفزيون فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت البرنامج هذا السائل يقول ورد حديث بأن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا جلسوا معهم ما صحة هذا الحديث نعم هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن هؤلاء الملائكة الكرام يبحثون عن مجالس الذكر وعن حلق الذكر يعني تعليم العلم النافع من الكتاب والسنة فإذا وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى حاجتكم فهذا يدل على فضل حلق الذكر وفضل تعليم القرآن والسنة ونشر العلم لأنه حياة القلوب وهو موجه الإيمان ومرشده والموصل إلى الله سبحانه وتعالى نعم أيضا ورد حديث شيخ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر وهذا مثل ما في الآية الشريفة التي سبق ذكرها أن لله ملائكة يلتمسون حلق الذكر يعني مجالس العلم والعلمة فإذا وجدوا حلقة للعلم والعلمة جلسوا معهم فهذا فيه فضل حلق الذكر وحضورها واستماع ما يلقى فيها من الخير نعم من الأسئلة التي وردت للبرنامج الشيخ هذا سائل يقول ما حكم السفر للتعزية والمكوث بضعة أيام عند أهل الميت لا أصل لهذا ولا يجوز السفر من أجل التعزية بل إنك إذا لقيت المصاب تعزيه في المسجد أو في الطريق أو في مكان عمله وليس للتعزية وليس للتعزية مراسيم وأحوالا خاصة ومجالس وليس لها أيضا ذبايح وإنما السنة أنه يصنع طعام بقدر حاجة أهل الميت فيدفع لهم لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن إعداد الطعام لأنفسهم هذا هو الثابت حى الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أيضا شيخ بالنسبة لزوجة المتوفى هل يحضر عليها شيء وأيضا بالنسبة للزعفران لا تشرب الزعفران لأن الزعفران نوع من الطيب فلا تشربه مع القهوة ونحوها وتتجنب الزينة في الثياب والزينة في البدن في ما يصنع بالبدن من الزينة التي تصنعها المرأة بنفسها أو يصنع بها فتتجنب هذا وتلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل حدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام نعم الخروج للرحلات والنزهات بالنسبة للمرأة الشيخ المتوفى الرحلات والنزهات لا تخرج إنما تخرج لحاجتها التي لا بد لها منها وتخرج لها في النهار لا في الليل نعم جزاك الله خير الشيخ يقول بأن لدي فلوس عند شخص كدين ولم يؤدي هذا الدين هل عليها زكاة؟ إذا كنت واثقا من الحصول عليها فعليها زكاة كل ما يحول عليها الحل لأنها بمثابة المال الذي في يدك وأما إذا كنت غير واثق من الحصول عليها لكون المدين مماطلا أو أنه مفلس ليس عنده ما يسدد به هذا الدين فإنك تنتظر حتى تقبض هذا الدين فتخرج زكاةه عن سنة واحدة نعم يقول بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفي الليل هل هو منذوب؟ نعم ورد في حديث لكن فيه مقال ولكن هذا من الترغيب فإذا فعلته فلا بأس بذلك نعم يقول الشيخ صالح في أي الأوقات تحرى المسلم موعد الإجابة في يوم الجمعة؟ كل يوم الجمعة ما ظنت ساعة الإجابة أخفاها الله جل وعلا في سائر اليوم يوم الجمعة لأجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم بالدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك أعظم لأجره نعم يقول إذا فتتني الركعة الثانية في صلاة الجمعة هل أصليها ظهر أم جمعة؟ إذا أدركت ركعة مع الإمام من صلاة الجمعة فقد أدركت الجمعة فأضف إليها أخرى قد تمت جمعتك وأما إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية يوم الجمعة من صلاة الجمعة فإنك تدخل معه لتحصل على أجر المتابعة وتصليها ظهرا أربع ركعات إذا سلم الإمام تقوم وتصليها ظهرا أربع ركعات نعم يقول فضيلة الشيخ هذا الأخ السائل ما هو الأفضل في الجمع بين الصلاتين التقديم أو التأخير هذا حسب حالة الإنسان والأرفق الأرفق بالإنسان الذي يحل له الجمع إذا كان الأرفق به جمع التقديم قدم وإذا كان الأرفق به جمع التأخير أخر نعم الشخص الشيخ الذي لم يؤدي الذكر في موعده ما الحكم فيما إذا تأخر الشخص عن ذكره وعن وقته المشروع يأتي به يأتي بالذكر المشروع وله أجر في ذلك إن شاء الله نعم رفع اليدين الشيخ هل يسن في دعاء الجمعة لا لا يسن إلا إذا رفع الإمام يديه بالاستسقى إذا دعا في خطبة الجمعة بالسقية للمسلمين وإنزال الغيث يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم نعم يقول الشيخ صالح دائما نقرأ بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ما معنى هذه العبارة نعم وصالح لكل زمان ولكل مكان لأنه الدين الخاتم وهو دين الله لجميع البشرية لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة والقرآن عام لكل البشرية من آمن ومن لم يؤمن فمن آمن استفاد وحصل على الأجر ومن لم يؤمن قامت عليه الحجة وفالقرآن مثل الرسالة عامة لجميع البشر وما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً فالرسول سالته عامة وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم أحد الأخوة يقول الشيخ صالح ما الفضل المترتب على تعليم العلم الشرعي وهل لا بد من إحبار النية والإخلاص في ذلك نعم تعليم العلم الشرعي من أفضل من أفضل الأعمال قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعول فإذا علم العلم فإن أجره يبقى له بعد موته يبقى له بعد موته أو ألف كتبا مفيدة يستفيد منها المسلمون فإن أجره يستمر ما بقيت ما بقيت هذه الكتب نعم هذا يسأل يا شيخ يقول ما بعض الناس قد يكون عنده تشاؤم من شهر صفر فما حكم التشاؤم من بعض الشهور هذا لا يجوز التشاؤم لا يجوز وهو من أمور الجاهلية وشهر صفر كغيره من الشهور ليس فيه نحس ولا ما يكره بل هو شهر من أشهر الله ولا لا يعتقد فيه قال صلى الله عليه وسلم لا قال صلى الله عليه وسلم ولا صفر لا هامة لا هامة ولا صفر يعني شهر صفر لا يعتقد فيه كما أنه لا يعتقد في هذا الطائر الذي هو ألهامة وهي البومة التي يتشاؤمون بها فهي لا تدل على شيء هي طائر من سائر الطيور وعلى المسلم أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله عز وجل وهذا من أمور الجاهلية تشاؤم بشهر صفر من أمور الجاهلية نعم بارك الله نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم هذا يقول في الآية الكريمة إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم نعم الصفى جبل الصفى وهو طرف جبل بقبيس والمروة وهو طرف جبل قعيقعان من شعائر الله أي من أعلام دينه من أعلام دينه لأنه كان في الجاهلية عليهم صنمان إساف ونائلة فالمسلمون كرهوا السعي بينهما من أجل أنه كان عليهم صنمان وقد أزيل والحمد لله لما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أزاله وأزال الأصنام التي على الكعبة وهدم اللات والعزة ومنات وأرسل رسله وصحابته إلى هدم كل الأوثان الجاهلية والحمد لله وطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد منها وزال فلا يضر الصفا والمروة أنه كان في الجاهلية عليهم صنمان لأنهما أزالهم الله والصفا والمروة من شعائر الله من أعلام دينه وهما بالسعي بينهما للحج والعمرة فالحمد لله هذا من أمور الإسلام وزال المحذور عليهما نعم سادة والإخوة والأخوات مع سلتكم واستفساراتكم في برنامج فتاوى هذه الأسئلة والرسائل التي تأتينا عن طريق الرسائل النصية دائما نذكركم بأن تكون مختصرة وأيضا مفيدة كي نتمكن من عرضها على سماحة الشيخ العلام الصالح الفوزان أحد الإخوة يقول الشيخ في شبابي وفي بداياتي وقبل زواجي كنت أتساهل بالصلاة فأترك بعض الأوقات وقد هداني الله عز وجل ووضبت على الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسلمين وهذه الأوقات تفضيلة الشيخ هل أعيد هذه الصلوات التي قمت بتركها وأنا في بداية عمري في الخامسة عشرة إن كانت الأوقات قليلة وبإمكانك قضاؤها فإنه يجب عليك قضاؤها أما إن كانت أوقاتا كثيرة فيكفي التوبة يكفي التوبة مما مضى والمحافظة على الصلاة فيما بقي من عمرك والتوبة تهدم ما قبلها كما في الحديث نعم يقول في الآية إن الحسنات يذهبن السيئات نعم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فالله جل وعلا يمحو السيئات وإذا أدى الإنسان الحسنات يمحو الله عنه السيئات إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما نعم يقول ورد حديث هذا السائل يقول ما معنى حديث مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع نعم مطل الغني القادر على وفاء الدين الذي عليه ظلم يحل عرضه وعقوبته قال صلى الله عليه وسلم يحل عرضه وهو شكايته وعقوبته بالحبس إذا أبع أن يسدد الدين الذي عليه هذا معنى الحديث فلا يجوز المماطلة بحقوق الناس الواجب أداؤها إليهم عند حلول أجلها وطلبهم لها فيجب على المسلم أن يبرئ ذمته من حقوق الناس وإلا فإنها تستوفى عنه يوم القيامة من حسناته من كانت قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات يأخذ من حسناته وتعطى لصاحب الحق وإن لم يكن له حسنات يأخذ من سيئات المظلومين تطرح عليه ويطرح في النار نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل والد يأخذ من راتب ولده الموظف مع أن هذا الولد قد سمح لوالده لا بأس بذلك حتى لو لم يسمح فالوالد له حق وهو من كسبه الولد من كسب الوالد إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم لكن لا يأخذ ما يضره وما يحتاجه الولد وإنما يأخذ ما كان زائدا عن كفايته نعم يسأل يا شيخ عن المقصود بالحمر الأهلية وهل يجوز أكلها الحمر الأهلية خلاف الحمر الوحشية التي تسمى بالوضيحي الحمر الوحشية حلال توكل لأنها من الصيد وأما الحمر الأهلية فهي حرام حرمها الله سبحانه لأنها خبائف لحمها خبيث فحرمها الله جل وعلا فلا يجوز أكل الحمر الأهلية نعم يسأل عن التسمية يا شيخ عند الأكل وإذا نسي الإنسان هل يلحقه إثم تسمية عند الأكل مستحبة وبها يبارك في الطعام فإذا نسيها فإنها تسقط عنه وإذا ذكرها أثناء الأكل إنه يسمي حال ما بقي نعم يسأل شيخ عن حكم قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية وإذا لم يتيسر هل تسقط نعم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إذا تمكن وإذا لم يتمكن لأن الإمام يقرأ فإنه يستمع لقراءة الإمام في قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذه الآية نزلت في الصلاة يعني إذا قرأ الإمام في الصلاة فإن المأموم ينصت ويستمع لقراءة الإمام نعم ورد حديث شيخ بأن الدعاء هو العبادة والدعاء هو مخ العبادة ورد لكنه لم يثبت بهذا اللفظ الدعاء هو العبادة الدعاء عبادة قال الله جل وعلا وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي فسمى دعاءه عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن الذين يستكبرون عن عبادتي نعم سيدخلون جهنم مداخرين فالدعاء عبادة ومعنى أنه الدعاء هو العبادة يعني هو أعظم أنواع العبادة كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أي الوقوف بعرفة فمعناه أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج نعم في الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى ما المقصود بذلك مأجورين في سبع آيات الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن سبع آيات من كتاب الله ومعنى استوى على العرش أي على عليه وارتفع عليه سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم يقول صيام يوم الجمعة منفردا شيخ يكره صيام يوم الجمعة منفردا يصوم قبله أو بعده نعم أحسن الله إليكم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذه أمتكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة واحدة قال الله جل وعلا وأنا ربكم الله رب الجميع فاعبدون لأن العبادة حق لله لا تجوز لغيره بل عبادة غيره شرك ينافي الإسلام والعياذ بالله نعم يسأل هذا السأل شيخ عن المحرم سواء في عمره أو في حج هل له أن يمشط شعره نعم لكن له أن أن يصلح شعره ولكن برفق لألا يتساقط منه شيء نعم يسأل يقول التطوع بالسعي هل يحسب لذلك لا السعي ليس فيه تطوع نعم بارك الله فيكم من الأسئلة التي وردت يقول كم بين العمرة والعمرة للرجل أو المرأة يا شيخ ليس بينهما حد محدود وقال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة وقال والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر لكن الأولى أن يجعل بين العمرتين فترة زمنية بحيث ينبت شعر رأسه ويكون فيه ما يحلق أو يقصر لأجل النسك نعم يقول السائل يا شيخ ما الأسباب الموجبة لرضوان الله عز وجل على عبده الأسباب كثيرة ويجمعوها طاعة الله وطاعة رسوله جميع انواع الطاعات إذا كانت خالصة لوجه الله فإنها فيها خير للعبد نعم بارك الله فيكم حد الإخوة يسأل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يستفسر عن الآية يا شيخ نعم الله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإذا طاف الإنسان بالبيت سبعة أشواط إنه يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد ولكن كونه يجعلهما عند مقام إبراهيم أفضل ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها حين يبني الكعبة فترتفع به وتنخفض هذا مقام إبراهيم والصخرة موجودة الآن وعليها أثر قدميه عليه الصلاة والسلام نعم هذا يسأل يا شيخ عن حكم دخول المسجد إذا أكل بصلا أو ثوما وما العلا في ذلك مأجورين لا يدخل في رائحة ثوم أو بصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني المراد بالخبيثة هنا الرديعة وليس المحرمة من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب أن مصلانا وهذا من باب من باب صيانة المسجد وصيانة المصلين عن الرائحة الكريهة نعم يقول السائل أبو خالد الشيخ لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وأرجو أن تقف معها سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها خالصة في التوحيد والقرآن على ثلاثة أنواع إما أحكام وإما أخبار وإما توحيد فهي تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى نعم يقول في الآية الكريمة وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ نعم قد يزيغ قلبه يزيغ الله قلبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فيزيغ قلب الإنسان والعياذ بالله فيكفر بالله ويضيع فرائض الله ويضيع العقيدة الصحيحة فيكون من أهل النار نعم يقول ورد حديث يا شيخ قول للرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ما المناسبة بذلك وما معناه المناسبة أو السبب في ذلك أن سعد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرضا مرضا شديدا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه فقال سعد يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بكل مالي قال لا قال بنصفه بشطره قال لا قال بثلثه قال نعم الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثت أغنية خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس هذه الأخت السائلة تشكو من أولادها المراهقين أربع طعش وخمسطعش واثناعش تقول إذا لم ينفع فيهم فضيلة الشيخ النصف والتوجي حيث أن والدهم متوفى هل نبدأ بضربهم لأجل الصلاة والعبادات نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها عشر مفرقوا بينهم في المضاجع وهذا الضرب لأجل التأديب والضرب لأجل التأديب مشروع لكنه ضرب غير مبرح نعم ورد حديث الشيخ بقول للرسول صلى الله عليه وسلم بأن السفر قطعة من العذاب نعم ورد هذا أمر بتعجيل السفر إلى أهله لأن السفر قطعتهم من العذاب نعم سماحة الوالد دائما نذكر أنا وزميني الشيخ خالد درمية من هذا المنبر منبر الفتاوى بالجهود المباركة التي يبذلها جنودنا البواسل سواء في الداخل والخارج والدعاء لهم على هذا الصبر والاحتساب لعل لكم كلمة نختم بها هذا اللقاء نعم جنود المسلمين لهم أجر عظيم لما يقومون به من المحافظة على الأمن ومن القبض على المجرمين ومن حراسة البلاد والذين على الحدود أكثر أجرا لأنهم يعتبرون مرابطين في سبيل الله فنسأل الله أن يعينهم وأن يسدد خطاهم وأن يدلهم على الخير لكن عليهم بالمحافظة على دينهم وهم في أثناء عملهم فيحافظون على دينهم ويكثروا من الدعاء فإن الله جل وعلا قريب مجيب وهم في موقف يحمدون عليه لأنهم في حراسة بلاد المسلمين أن يخترق أمن أمنها قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بهجابة الإخوة والأخوات جزاكم الله خيرا ورفع ذكركم في الدارين أشكر الزملاء في الإدارة الدينية الذين رتبوا هذا اللقاء كما أشكر زملائي المعدين والمخرجين والمصورين وأنقل لكم تحيات زميل سلطان الاعتيبي الذي أخرج هذه الحلقة المباركة أما أنا فأقول لكم دائما وأبدا استمروا في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته